في الوقت الذي تقوم به قوات الجيش الوطني من تحركات على مختلف الجبهات باتت تضيق الخناق على الحوثين في منطقة العمر وكهبوب موزع غرب تعز فيما تواصل وحادات أخرى من قوات الجيش التقدم نحو منطقة البرح الصناعية أما في البيضاء فقوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على الطريق الإسفلتي الذي يربط بين مديرية الملاجم ومديريتين ناطع ونعمان في حين العشرات من مسلحي الحوثي سقطوا بين قتل وجرحة في مواجهات ما زالت مستمرة بين الجانبين وتحدث بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة أن القوات الحكومية وصلت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي تقدمها المستمر اليوم الثالث على التوالي وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا الحوثية في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة بعد تحرير مديرية ميدي بشكل كامل يرى مراقبون أن الميليشيا الحوثية فقدت قدرتها على المبادرة ولا تزالوا في وضع الدفاع تشهد الكثير من جباهاتهم تراجعا في عدد المقاتلين وفي عزوف القبائل عن رفض جباهاتهم بالمسلحين فيما تركزت ضربات الطيران للتحالف العربي مؤخرا على أماكن تواجد القيادات الحوثية كان آخرها مقتل الصماد رئيس المجلس السياسي في الحديدة إذ يراها محللون أنها جاءت ردا على الضربات الصاروخية التي أعلن تدشينها على الحدود السعودية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة